البيان الختامي كان مهماً غطى جوانب عديدة أخذ السياسي في بدء البيان واعتقدنا أنه سيكون المحور الكلي ولكن حينما توغلنا قليلاً في البيان وجدنا أنه يهتم بعناصر اقتصادية ذات بعد استراتيجي البيان السياسي أيضاً كان مهماً لأنه ركز على القضايا السياسية التي تهم كل الدول الدول الثلاث بالعراق ركز كثيراً على عودة الأمن والاستقرار ووجه شكراً للحكومة العراقية ودعماً في حربها على الإرهاب أيضاً على الانتخابات العراقية قدم دعماً وأيضاً قدم مساندة مبطنة للعراق حقيقة في محاولة التغلب على التحالفات القصرية ليش مبطنة يعني؟ لأنه لا يريد أن يثير حفيظة الأطراف يريد أن يقدم دعماً للعراق في التحالفات القصرية التي حصلت في السابق والتي بين العراق مثلاً وإيران وتركيا هذه جاءت في ضرب كان العراق فيه ليس بالقوة الكافية وبالتالي فرضت أجندة الدول عليه وبالتالي الآن هذا البيان وجه دعماً للعراق دعماً سياسياً كبيراً وهذا الدعم سيستثمر باعتقادي في استعادة هل قرأت دكتور أو توارد إلى ذهنك وأنت تقرأ البيان الختامي أنه يشبه بيان مؤتمرات القمة العربية وليس على مستوى قمة ثلاثية وبالتالي كيف يمكن أن نحقق كل الذي جاء في هذا البيان في شكله الظاهر نعم لكن إذا أيضاً أعيد أو أذكر أنه إذا ذهبت عميقاً في البيان ستجد أن بعض القضايا قد بدأت على الأرض بدأت حقيقة الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي هناك الآن أمور تسير قدماً على الأرض مثل مدينة الذكية بين الأردن والعراق مثل الخط النقل البري بين القاهرة نوابع عمان بغداد الحديث عن ربط الكهربائي ربط الكهربائي في العام 2022 نحن نتحدث عن تاريخ هذه القمم من مارس 2019 هذه القمم الثلاثة استطاعت أن تحرز نتائج على الأرض وتعززها لم تحرزها قمم عربية أيضاً لاحظ صيغة دعم السياسي هذا البيان كان واضح في دعمه للأردن وفي دعم القضية الفلسطينية واضح في دعمه لمصر لم يتلك في دعم مصر فيما يخص وسوريا واللبنان واليمن والليبيا هذا البيان واضح وضوح الشمس في أن هذه الدول تتبنى قضايا بعضها البعض ليس هناك مواربة ولا اختفاء خلف الدبلوماسية أبداً كانت واضحة بأن هذه الكتلة هذه الكتلة كبيرة 150 مليون إنسان تتحكم بأهم مرماء في المنطقة وبالتالي تستطيع أن تكون ثقلاً جيوسياسياً يضغط على كل الأطراف ويجعلها تلبي طموحات هذا التكتل أنا بقناعتي وبرأيي أنا متفائل جداً حقيقة لأني ألمس من خلال موقع الوظيفي محاولة للتشبيك البيروقراطي بين الدول الثلاثة وهذا مهم من خلال موقع غير السياسة ألمس محاولات حثيثة لإيجاد اتصال مشترك بين الدول الثلاثة لعمل تشبيك بين المؤسسات المختلفة في الدول الثلاثة بحيث تؤدي إلى إنشاء جهاز بيروقراطي يخدم تطلعات هذه الدول الثلاثة أنا ألمسه وأتابعه والسفير العراقي في عمان يقوم بجهد مذهل في هذا المجال وأنا لمسته واجتمعت معه أكثر من مرة في مجالات لا تخص حوارنا السياسي الآن ولكن أعلم أن العمل قد بدأ وأن خطوات قد قطعت وبالتالي هذا يدعم تفاؤلي ويدعم إيماني بأن الدول مصرة لحاجتها الماسة لأن تتحد مع بعضها البعض مصرة على إنجاح خطوتها هذه وأن تحقق من وراءها ثمار تلمسها شعوب الدول الثلاثة ترجمة نانسي قنقر